نحن محظوظين هذه الأيام حين يتحدث رأس النظام فلابد تعلم أنك أمام غنيمة كبيرة مجموعة كبيرة من التصراحات منذ خمسة أيام من المؤتمر الاقتصاد الذي يتحول إلى مكلمة فأول المؤتمر ثم نهايته ثم مداخلة 80 دقيقة ثم اليوم أيضا حديث آخر هي طبيعة الدول وطبيعة رؤساء الدول حين يتحدثوا إلى شعوبهم من أجل بثلت مئنان الثقة ووضع الشعب أمام فكرة ورؤية وخطة إدارة الدول نعم للأسف كلما تحدث رأس النظام في هذا الوقت وكلما شعر الشعب بشكل كبير جدا من الخوف وعدم الاستقرار كلمات هنا وهناك إنما النهاردة حضراتكم طبعا كان فيه يعني اجتماع مع رجال الأعمال والصناعة وأيضا كالعادة تحدث رأس النظام اليوم هي تحدث عن دراسات الجدو ولدي للمرة تريبا الرابع لأول مرة أن أنا أشوف بشكل أو بآخر أن يجي مسؤول أيا كان يعني حتى لو مسؤول وحدة محلية لو مسؤول رئيس مثلا ساعتك مدينة أو رئيس حي أو محافظ أو وزير أو رئيس وزراء أيا كان مستوى لأول مرة يحقر شأن الدراسة دراسة الجدوى ونلا سبا قيمة ساعتك يعني خلونا حضراتكم نشوف الأول هذا التصريح ونرجع تلنا عليه نفقده أكتر من كده في الدراسات في الموضوعات المحسومة في كتير من الأنشيطة التي تتعمل بتبقى محتاجة دراسات دهت عشان نطمّن عندها لكن فيه حاجات باينة جدا واضحة جدا زي موضوع الخامات الدوية اللي بتكلم عليها زي موضوع المعدات كلها اللي احنا بنجيبها يعني النهاردة لما بتكلم على ترمباط لغاية 80 تن الجماعة احنا بنتكلم على حاجة كريمة هيتصرف عليها حوالي تريليون جنيه وهتفضل فيه عملية إحلال والسيادة لها خلال السنين اللي جاية كلام أنا يعني كلام حتى الآن مش قادر أستوعبه وأي حد يا عاقل فاهم أي طالب في كلية تجارة أي طالب حتى يا بلاش بلاش طالب يا أكيد احنا أقولك القصة الجميلة بتاعت عم عبدالبقال عم عبدالبقال اللي فاتح دكان بقالة بقاله عشرين سنة وعم عبدالبقال بيبيع عادي فيش مشكلة والوقت حمادة بقى خريج لسه الجامعة حد يعني مشروع عم عم سوبر ماركت قدام عم عبدالبقال دلوقت حمادة دارس يعني ايه تسويق يعني ايه طلب يعني ايه انتاج دراسة للدكان ده شي طبيعي ان حمادة هو اللي يكسب كسب السوق عم عبدالبقال بيشم مين دلوقتي بيشم كل ده في الزبايل اللي سابوه راحوا أصلا دراسة حمادة مو حمادة عمل دراسة جدوى شاف التسويق شاف الانتاج شاف الاموال شاف السوق عايز ايه شاف الناس عايز ايه عمل تطوير عمل انتاجية حط اهداف حط السسمار حط خريطة دي دراسة جدوى لو في كوشك السجار حينجح انما ساعتك النهاردة كل مرة للاقي تحقير منشا دراسة جدوى ثم اعتراف امام الشعب بانه لا توجد دراسات جدوى للمشاريع شوف ساعتك هذا الحوار المسمر والاعتراف الدائم دائما وابدا في معظم المؤتمرات بانه لا يؤمن بدراسة جدوى اه ممكن ادرس الرد على سياطة لا ادرس ايه وادرس حتدرس درس الموضوع زي ما انتو عايزين احنا واحنا في مصر كان دراسات الجدوى وانا مشيت بيها كنا حنحقق فقط 20-25% مما حققنا